لم تصل الى المدرسة في البلاغ الذي تقدمت به عائلة منوبي لدى مركز شرطة القبة في الجزائر العاصمة غادرت الطفلة غاد المنوبي التي تبلغ من العمر تسع سنوات منزل عائلتها في شارع الاخوة فروم عصر الاثنين الثالث من ابريل من العام الفين قال والدها حامد المنوبي انها ذهبت الى المدرسة ولم تعد اضاف ان ادارة المدرسة سجلتها في قائمة المتغيبين بما يفهم منه انها لم تبلغ وجهتها جو من الحزن خيم على منزل عائلة المنوبي ذاك المساء كانت ام الطفلة مريم منهارة لم يكن فيما افاد به والد الطفلة ما يتيح توجيه التحريات وجهة معلومة ليس لأسرة المنوبي عداوة مع اي كان الاب الذي يعمل موظفا في البريد رجل يشهد له جيرانه بالاستقامة وبحرصه الشديد على الاهتمام بشؤون اسرته المتكونة فضلا عن غادة من ولده حاتم ذي الست سنوات وزوجته مرت ثلاثة ايام على اختفاء غادة لما نشر في صفحة داخلية لصحيفة محلية اعلان عن اختفائها تضمن الاعلان صورة للطفلة وفي بضعة اسطر معلومات حول ما كانت ترتديه وبعض من اوصاف في اسفل المؤطر رقم هاتفي يرجى الاتصال به في حال التوفر على معلومات تمكن من استعادة الطفلة المفقودة تأمل اسرة المنوبي ان تأتيها انباء صارة وان يرن هاتفها حاملا بشارة لا احد يريد ان يتصور خلاف ذلك على مدى تلك الايام الثلاثة ظل حامد المنوبي يتصل بالشرطة مرات عديدة كل يوم وفي كل مرة كان يتلقى الرد ذاته التحريات مستمرة وسنوافيكم بكل جديد فور توصولنا به في اليوم الخامس في حدود منتصف النهار رن هاتف منزل اسرة المنوبي تبادل حامد وزوجته النظرات ثم رفع السماعة الو هل هذا منزل عائلة المنوبي؟ نعم من معي؟ ليس مهما ان تعرف من اكون المهم ما ساقوله لك نعم نعم قالها بتلهف فهمت مريم زوجته ان المتصل شخص لديه معلومات حول غادة مهضت من مكانها واقتربت تحاول التقاط ما سيقوله الذي اتصل الو اسمع جيدا ما ساقوله لك نعم اسمع ابنتك بخير حتى الان ولكنها لن تكون كذلك اذا ما لم تستجب ما المطلوب مني؟ ارجوك لا تؤذي ابنتي خمسة عشر الف دولار دولار هل تسمع؟ نعم اسمع امهلك اربعا وعشرين ساعة ساتصل بك للاتفاق على كيفية تسليم ولا حاجة لتذكيرك بان كل محاولة للاتصال بالشرطة او المماطلة سيكون ثمنها حياة ابنتك ثم فجأة انهى المتصل المكالمة ماذا يطلب؟ سألت مريم وهي تغالب دمعها خمسة عشر الف دولار سمتت ام غادة هي تعلم انه مبلغ يفوق كثيرا قدرات الاسرة كان حامد مطرقا الامر يتطلب تفكيرا عميقا وكل خطوة يجب ان يحسبها جيدا قال لزوجته ان ذاك الذي اتصل حذره من الاتصال بالشرطة ومن كل مراوغة او مماطلة منذ ان انتهت المكالمة بدأ عد عكسي رهيب انزوى الرجل في غرفته كان عليه ان يقرر في تصوره ان اقصى ما يمكن ان يوفره من مبلغ الفدية التي يطالب بها ذاك الذي ادعى انه يحتجز غادة لا يتجاوز الخمسة الاف دولار وضع في حسابه بيع السيارة التي اشتراها منذ عامين لم يكن لديه مجال لاقتراض ما يكمل به المبلغ ثم ان الوقت ليس في صالحه هي حقائق جعلته يميل الى ابلاغ الشرطة خشي ان يكون الذي اتصل يراقبه ولذلك طلب من زوجته ان تمضي الى المقر المركز للشرطة وتتصل بالضابط الذي يشرف على التحريات وحتى يجنبها كل نسيان كتب رسالة وجهها الى ذلك الضابط وضمنها كل ما دار بينه وذاك الشخص الذي قال انه يحتجز غادة وانه سيخلي سبيلها ان توصل بالفدية وسيقتلها اذا ما لمس ادنى محاولة لابلاغ الشرطة ينتظر حامد مكالمة جديدة منها صبح الغد لما عادت زوجته من مركز الشرطة جاءت تحمل رسالة من بضع كلمات من ذلك الضابط كان يطلب منه ان يلتقي في مقهى حدده في بير موراد رايس فهم حامد ان الضابط ما اختار ذاك المقهى موعدا للقاء الا من باب الحرص على سريته ترك حامد سيارته مركونة بجوار منزله غير ملابسه واعتمر تربوشا ومضى الى الموعد الذي حدده الضابط في السابعة مساء وصل خمس دقائق قبل الموعد جال بنظره على وجوه الزبائن لم يكن بينهم الضابط هو يعرفه اذ كان من استقبله يوم ابلغ عن اختفاء ابنته اخذ مكانه عند طاولة في التليفزيون برنامج وثائقي حول عالم الحيوانات شدت انتباهه لقطات اخذت في مناظر طبيعية اعجبتها ثم فاجأه صوت يلقي بالتحية لم يكن سوى ضابط الشرطة منصور الرابح وقف وصافحه بحرارة مضت الكلمات الاولى للضابط الى عموميات كان من حين الى اخر يجول ببصره في القاعة ولما بدى وقد اطمأن ان لا احد يراقبهما طلب من حامد ان يحكي له بتفصيل ما دار بينه وذاك الذي ادعى انه يحتجز غادا حكى له وتوقف عند عجزه عن توفير المبلغ الذي يطلبه الخاطف خمسة عشر الف دولار قال الضابط ان قيام الخاطف بالاتصال مما يجعل للتحريات وجهة طلب منه ان يحاول حين يتصل به من جديد ان يجعل المكالمة تطول قدر الامكان فقد تستطيع مصالح الامن تحديد مكانه يعلم حامد ان تنفيذ ما يطلبه منه الضابط هو الباب الوحيد المتاح لانقاذ غادا صباح اليوم التالي في حدود منتصف النهار رن هاتف منزل منوبي رفع حامد السماعة الو تعلم ان المهلة انتهت نعم نعم هل انت جاهز للتسليم والاستلام اتبع كلماته تلك ضحكة تنم عن خبث صاحبها نعم ولكنني قبل التسليم اود سماع صوت ابنتي حتى اطمئن تريد سماع صوتها ساسمعك صوتها ثم انقطع الاتصال وضع حامد السماعة احس بنبض قلبه يتسارع مرت عدة دقائق لما رن الهاتف من جديد قلت تريد سماع صوت ابنتك نعم جاءه صوت طفلة يقول بابا بابا ثم عاد صوت الخاطف ها قد سمعتها انها على قيد الحياة اسمعني جيدا ستضع المبلغ في كيس بلاستيكي ازرق ازرق هل تسمعني نعم اسمعك في السادسة مساء تقف عند مدخل شارع بن حابليس قبالة ملعب كرة القدم ستمر بمحاذاتك سيارة ستومد اضواؤها مرتين لحظتها ضع الكيس على جانب الطريق وانصرف هل سمعتني جيدا نعم سمعت ولكن كيف لي ان استرد ابنتي لم يأته اي جواب مرة اخرى انقطعت المكالمة كان حامد ينتظر اشارة من الضابط منصور الرابح فاجأه طرق بالباب اسرع وفتح الطارق شخص لا يعرفه ابتسم واستأذنه في الدخول لم يدع له فسحة للاستفسار لما صار بمحاذاته همس له انه من الشرطة وان الضابط منصور هو من ارسله مضى به الى الداخل مان جلس حتى ابلغه بان الشرطة حددت مكان وجود الخاطف لم يفته ان يهنئه باسم الضابط منصور على الكيفية التي جعل بها المكالمة تطول واين هو سأل حامد ستعرف كل شيء في اوانه اذهب الى الموعد الذي حدده لك الخاطف لا تخف سيكون رجال الشرطة هناك يراقبون ضحك ثم اضاف ليس لديك ما تخسره اليست زائفة كل تلك الرزم من الاوراق النقدية حمل حامد الكيس البلاستيكي الازرق ركب سيارة اجره حتى باب ملعب كرة القدم ثم عبر الى مدخل شارع بن حابليس علي ووقف نظر الى ساعته اليدوية بعد عشر دقائق ستكون السادسة محطة الحافلات بن عمر ليست بعيدة احس ببرد يسر في جسمه ثم رأى سيارة بيضاء تمر امامه اومدت اضواؤها مرتين واصلت طريقها وضع الكيس الازرق على الرصيف وعبر من جديد الى باب الملعب لما التفت كان الكيس الازرق قد اختفى وبينما كان يترصد سيارة اجرة تعيده الى منزله وقفت بمحاذاته سيارة سوداء رأى زجاج نافذتها ينزل وسريعا تبين ملامح الضابط منصور الرابح اركب ركب بلا تردد لقد نجحت العملية اكتشفنا مكان وجود ابنتك هي بخير ولقد نقلناها الى المستشفى لا يكاد يصدق ما يسمعه اضاف الضابط وقبضنا على الرجل الذي اخذ الكيس الازرق قالها وهو يضحك كان شريكان في الجريمة سيكتشف حامد المنوبي بعد ان استرجع ابنته واطمأن على سلامتها ان احد الخاطفين لم يكن سوى جار له كانت الطفلة محتجزة على بعد اربعة منازل من منزل اسرتها حكت انه استدرجها بان اثنى على ذكائها وقال لها انه تقديرا لكل ذلك سيهديها دمية جميلة قالت انه غلق الابواب لما صارت في الداخل ولم يشفع لها بكاؤها يوم مثل المتهمان امام المحكمة كان حامد المنوبي وزوجته حاضرين نطقت المحكمة بالسجن خمس عشرة سنة لكل من المتهمين